في الحقيقة لسه بنتمع مع حضراتكم أصداء الزيارة المهمة اللي بيقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي بدأت يوم أمس إلى روسيا واللي كانت ضمن فعاليات قمة البريكس في مدينة قازان الزيارة دي هتكون فرصة كبيرة جداً لمصر وخصوصاً إنها المرة الأولى اللي بتشارك فيها ضمن تجمع البريكس العالمي الرئيس السيسي التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكان فيه جلسة مباحثات مهمة بينهم على هامش القمة واللقاء ده أيضاً كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا وبطبيعة الحال القمة عارفين هيكون فيها 38 دولة هتشارك في قمة البريكس في نسختها الستاشر من منهم 24 دولة برؤسائها وهذه القمة هتكون تحت عنوان تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين القمة كمان بتنعقد على مدار ثلاث أيام اليوم الأول هو وصول الزعماء والمسؤولين اللي هيشاركوا في القمة ولسه فيه وفود بتوصل وكمان اليوم الثاني هيكون النهاردة وبالتقاط الزعماء صور جماعية وهيكون فيه اجتماع موسع لقادة دول البريكس واجتماع رسمي كمان للرؤساء الوفود في اليوم الثالث هيكون فيه جلستين عمل للزعماء والوفود الأخرى وآخر طبعاً الحدث هيكون فيه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين هيعمل مؤتمر صحفي لختام القمة القمة دي هيشارك فيها زي بقول لها 24 زعيم منهم الرئيس الصيني شي جين بيج ورئيس وزراء الهند داريندينا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيرير رمفوزة وحيتواجد فيها أيضاً أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس بنك التنمية الجديد ديلما روسيف هذا التجمع حيشمل عدد كبير من الدول زي ما احنا عارفين البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا بالإضافة أيضاً إلى مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات بالفعل طبعاً حضور الرئيس سعد الفتاح السيسي قمة مجموعة البريكس مهم جداً سواء من النحية الاقتصادية أو الأمنية المنطقة مليانة أحداث ساخنة وده بيخلي التعاون مع الدول الكبيرة مهم جداً علشان نقدر نتجاوز الأزمات اللي بنمر بيها القمة دي مش بس حدث سياسي واقتصادي لكنها كمان منصة لمناقشة قضايا مهمة بتهم العالم كله وخصوصاً الأزمات الموجودة في المنطقة زي الأوضاع في غزة ولبنان الرئيس السيسي كمان هيطرح رؤية مصر السلام والاستقرار في المنطقة وكمان هيكون خلال القمة نقاءات ثنائية إمبارح رئيس السيسي أشاد بتطور في العلاقات الثنائية بين البلدين ورئيس بوطن كمان عبر عن ساعته بمشاركة مصر وأكد أن انضمام مصر البريكس هيكون له تأثير إيجابي على التعاون بين الدول النامية لأنه ده بيعتبر تعاون استراتيجي مهم صحيح برضو خلينا نقول أنه منتظر أنه حيتم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية مصر حتأكد على أهمية الحلول الدبلوماسية وده بيعكس رؤية مصر كدولة مسؤولة في مواجهة التحديات العالمية الزيارة دي ممكن تعزز الموقف المصري في المجتمع الدولي وتفتح مجالات جديدة أيضا لأفاق جديدة من التعاون مع عدد كبير من الدول المختلفة صحيح التعاون كمان مع روسيا في إطار البريكس هيكون له تأثير إيجابي على الإقصاد المصري من حيث الإستمارات والتجارة بتمنى طبعا الزيارة دي تحقق نتايج جمال موسى تعود بالنفع على مصر وتساعد في تعزيز وجودها على الساحة الدولية خاصة أن ثمار القمة دي بتكون من اتفاقات وغيرها لازم تتابع بدقة ولانها هتكون كمان مؤشر قوي لمستقبل العلاقات المصرية الروسية مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر